اجتماع عربي جديد احتضنته العاصمة الأردنية عمانة على مستوى وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق بحضور نظيرهم السورية والهدف البناء على جهود إعادة سوريا إلى الحضن العربي والتوصل لحل للأزمة التي تعاني منها منذ أكثر من 12 عاما الوضع الراهن في سوريا لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمر رغم عدم تطرق هذا الاجتماع بشكل مباشر لعودة سوريا إلى الجامعة العربية إلا أن قرارا بهذا الخصوص قد يتخذ مستقبلا من خلال الدول العربية التي كانت اتخذت قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ركزنا على قضية اللاجئين واتفقنا على آليات للبدء بتنظيم عمليات للعودة الطوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة ركزنا على قضية إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها من الشعب السوري الشقيق في جميع المناطق السورية الاجتماع الذي استمر لساعات طويلة أكد بيانه الختامية ضرورة إيجاد آلية آمنة وطوعية لعودة اللاجئين لبلدهم سوريا الذي مزقته الحرب وتعاون سوريا مع الأردن والعراق لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها وحفظ أمن الحدود قبل أيام على قمة الرياض المزمع عقدها في التاسع عشر من الشهر الحالي يأتي اجتماع عمان كخطوة دائمة للأزمة السورية ولعودة سوريا إلى المقعد الشاغر منذ اندلاع الأحداث في سوريا يوسف البستنجي الغد العاصمة الأردنية عمان